رسالة مفتوحة إلى الشعب العراقي في الذكرى السادسة عشر لاحتلال العراق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وانوالاه وبعد ففي مثل هذا اليوم قبل ستة عشر عاما احتلت أمريكا وبريطانيا العراق احتلالا بغيظا لا مسوغ له سوى جشاع المحتلين وطمعهم وسعيهم لإشاعة الفوضى المدمرة في البلدان المستقرة فكانت بغداد وأولى العواصم العربية استهدافا في محاولة صياغة ما يسمى الشرق الأوسط الجديد ومنذ بدء الغزو واحتلال بغداد ابتدأت فصول معاناة الشعب العراقي بحصد أرواح أبنائه على يد المحتله وأذنابه وما يشهده العراق اليوم من سفك دماء مواطنيه وإزهاق أرواحهم وانتهاك حروماتهم بالخطف والاعتقال والتعذيب والتغيب في السجون إنما هي سياسة ممنهجة داب عليها الاحتلال وأورثها من خلفه واستمرار لأفعال قوى الشر في نشر الخراب والفساد في العراق الذي لم يشهد لهما مثيلا من قبله ومخرجات هذا الخراب والفساد القديمة والجديدة تتلخص في الآتي أولا ترسيخ خطاب المحاصصة الطائفية والعرقية وفرض سيطرتها المطلقة على المؤسسات الحيوية للدولة ومواردها عن طريق العملية السياسية ثانيا شرعنة وجود الميليشيات باسم الحجد الشعبي في الوزارات والدوائر الحكومية وبسط سيطرتها على المدن العراقية من خلال تمثيلها السياسي في مجلس النواب وتسليح أفرادها الأرض والتحكم بالحكومة الحالية وزعزعة أمن البلاد ثالثا فشل الحكومات المتعاقبة في توفير أدنى مستلزمات الحياة وعجزها عن حماية العراق والعراقيين حيث ما زال الشعب العراقي يدفع ثمنا باهظا من دماء أبنائه وفقدان أمنه وخيراته وما فاجعة عبارة الموصل الأخيرة إلا شاهد من شواهد كثيرة يصعب حصرها رابعا استشراء ظاهرة الفساد في البلاد المرتبطة بوجود الوضع السياسي الراهن واستمراره وتحول هذه الظاهرة إلى آثة مستمرة وكارثة مستديمة تفتك بالشعب العراقي وتتسبب بإزهاق أرواح أطفاله ونسائه بطرق شتى آخرها مياه السيول والفيضانات التي أصبحت دليلا حيا ومستمرا على هذا الفساد فضلا عن آثاره وتداعياته المتلاحقة التي حولت الموارد والإمكانات الحقيقية للبلاد من مصلحة الشعب والمجتمع جميعا إلى مصلحة أشخاص وفئات محدودة تبت ولاؤها وتبعيتها لغير العراق خامسا تغول التدخل الإيراني في العراق وتحوله إلى احتلال شبه معلن عن طريق نفوذه المهيمن على العملية السياسية والميليشيات الموالية له والوجود العسكري غير المبرر بأي صورة من الصور وتعامل المجتمع الدولي معه بما في ذلك الولايات المتحدة وليس خافيا أن التخادم والتعاون بين إيران وأمريكا في العراق في الملفات التي لا تشهد خلافا بينهما له شواهده ودلالاته التي لا يمكن إخفاؤها ومن أبرزها تسلط الميليشيات سلاح إيران الرئيس في العراق وفي حروبها بالوكالة في الشرق الأوسط والسعي الحثيث من السياسيين والقادة المتحالفين مع إيران لجعل هذه الميليشيات أنموذجا للحرس الثوري الإيراني وقوة مسيطرة وبديلة عن الجيش والأجهزة الأمنية واعتراف الإدارة الأمريكية بها سادسا عودة قوات الاحتلال الأمريكي للظهور في العراق لتنفيذ مخطط الوصاية التي فرضتها عن طريق اتفاقية الإذعان المعروفة والعمل على تعزيزها في العراق من خلال زيادة قواعدها وأعداد مقاتليها حجة مراقبة إيران التي فسحت لها المجال سلفا لزيادة نفوذها في العراق والسورية واليمن ولبنان والتمكين لمشروع ولاية الفقيه في المنطقة جميعا وبنان على ما تقدم فإن هيئة علماء المسلمين تدعى أبناء العراق الذين وقفوا بوجه المحتل ومشاريعه السياسية والعسكرية إلى الانتباه للأمور الآتية التي نرى أنها معالم الفهم السليم لهذه المرحلة أولا الوقوف بحزم ضد مشاريع الاحتلال وعلى رأسها العملية السياسية وأثارها من ظلم وفقر ومحن وآلام ونكبات ونهب للثروات ورهن لها وسعي لتقسيم البلاد عرقيا وطائفيا وإبقائه عاجزا عن استغلال إمكاناته وقدراته ليسهل انقياده والتحكم به بعيدا عن خيارات أهله وإراداته ثانيا عدم تصديق ما يشاع إعلاميا عن تنامي حالة العداء بين الطرفين الأمريكي والإيراني فإن هذا الأمر لا يعد عن كونه صراع مشاريع فيها دلالات واضحة على استراتيجيات المرسومة لتقاسم المصالح وتحديد أولويات النفوذ لكل طرف ثالثا إن الرهان على صدام عسكري أمريكي إيراني أو إسقاط نظام إيران السياسي أو احتوائه في المدى القريب هو رهان خاسر مبني على تمنيات وأوهام لا رصيد لها في الواقع وختاما فإننا في هيئة علماء المسلمين نؤكد على مواقفنا الرافضة للاحتلال بكل أشكاله وما نتج عنه وينتج لاحقا ونعاهد أبناء شاعبنا العراقي جميعا على البقاء على عهد الثبات ووعد العمل من أجل خلاص العراقي وحريته قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الأمانة العامة في الرابع من شعبان 1440 للهجرة 9 أربعة 2019 للميلاد ترجمة نانسي قنقر